اشتركوا في القناة وخا عندهم من ناحية نظرية من ناحية العامة عندهم رخصة الفطر ومن كان منكم مريضاً أو على سفرين فعدة من أيام من أخر كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن المرضى عادة الإنسان اللي مريض أي مريض نفسي أي نوع من المريض نفسي كي يميل وكي يبغي باش يصم لأنه كي يبغي يكون مرتاح مع المجتمع دياله مع صدربي بزاف ديال الناس كي يجيهم يفتروا وخا عندهم من رخصة كي يجيهم صعيب وهذا من قوة الإيمان في الحقيقة نحييهم عليه ولكن خسنا ناخده الاحتياطات باش هات الصوم ديال المريض ما يدرش فيه المرض دياله وما يدرش فيه رسول أن نتجنب في تعاملنا مع قضية الصوم أو الفطر في رمضان بالنسبة للمريض النفسي أن نسبب أي ضرار لأنفسنا أو أي ضرار لتوازن المرض ولذلك قاعدة الأولى المريض النفسي يمكن أن يصوم بطبيعة الحال يمكن أن يصوم بحيث العموم لكن قاعدة الثانية هو المهم هو أن ننظر إلى تناول الأدوية التي يتناولها المريض النفسي هذه الأدوية هل تمكن من الصوم؟ هذا خصفه الرجوع إلى إلى المريض إلى الطبيب المتخصص طبيب المتخصص يمكن ليه أولا يدخل تعديلات في تناول الأدوية من النهار إلى الليل إمتى؟ كيف؟ بأي مقادير هذا رحى خصوح لعملية ديال التحويل وديال أخذ بعين الاعتبار توازن المرض يبقى المرض متوازن أثناء الصوم وبالتالي لكي تناول الأدوية مرة واحدة في اليوم هذا رحى سهل القضية ديها يمكن تحويلها إلى طعام السحور أو إلى إلى الإفطار على حسب النوع الأدوية وعلى حسب ما سينصح به الطبيب لكي تناول مرتين في اليوم حتى هو كأن سهولة وكأن إمكانية تناول هذه الأدوية في الليل وخصوصا في هذه المرحلة من السنة التي المدة ديها للصوم النهار قليلة بمقارنة مع الليل بمعنى كان صومه عدد ساعات أقل من الساعات التي كان نكونوا فترين فيها فلذلك تحويل الأدوية إذا كان الإنسان يتناول غير جمه مرات حتى هو أسهل ويمكن أن يقوم به الطبيب المختص ويجب الرجوع إليه لكن بالنسبة للمرضى التي تناولوا الأدوية لهم ثلاث مرات في اليوم وبالنسبة للمرضى للمرضى لهم بقيمة متوازن فيه إشكالات هنا يجب الحذر وخص الرجوع إلى الطبيب المختص وبالمناسبة المريض من هذا النوع هو عنده إمكانية يقر حتى هو ما يصومش لأنه رخصة الفطر احتياطا لكن يرجع أيضا إلى الطبيب وتنقش معاه ويشوف كيف يدير بالنسبة للتعامل مع الصوم ومع الأدوية لأن المهم باش ما تتعقدش لحالة ديال والمرضية أثناء رمضان هناك بعض الحالات النفسية اللي يلتلعبنا بالأدوية وغيرنا الساعات ديال تناول الأدوية ولا ما كيتناولش المريض الأدوية كاملة كما يجيب نقص المقادر للأدوية يمكن يقع عدم التوازن في المرض وهذا فيه مخاطر وفيه تأثيرات سلبية بالنسبة للمرض اكتئاب يمكن يرجع الاكتئاب والاكتئاب كان عارفه يخسر فيه الإنسان بزاف لأنه ما يبقاش عنده النشاط للعمل نشاط العلاقة الاجتماعية النشاط الأسرة دياله كما يجيب بالنسبة الاكتئاب وخال الاكتئاب ماشي مرض خطير ومرض سهل في العلاج ولكن مرض تأثير دياله مؤلم للفرد ومؤلم لمحيط الفرد أي للأسرة وعنده تأثيرات على عمل الإنسان على العمل المهني ديالإنسان أو على الدراسة إذا كان طالب أو غيرها عنده تأثيرات بعيدة المدى فلذلك من الأحسن الإحتياط بالرجوع إلى الطبيب وبمجرد ما يقول لك طيب تفطر أفطير عندك الحمد لله الرخصة لأنك مريض وتدخل فيه ومن كان منكم مريضا في الآية القرآنية في سورة البقرة ما كان حتىش مشكل من ناحية الدنيا ما كانش مشكل ولكن يجب النظر إلى المعايير الصحية حتى لا نضر عن مسنة بوش ما يتوقعش انتكاسات ديال المرض وبالإحصائيات بالإحصائيات نتيجة أنه في رمضان كثير من المرضى النفسيين ولكن حتى العضويين ما كيرجعوش الأطباء ديالهم باش يدققوا مقادير وأوقات تناول الدواء كيقوموا هما من عندهم كيجدادوا إما ينقصهم في مقادير أما يحولون أوقات تناول الأدوية أو غيرها كتوقع لنا كثير من الانتكاسات كثير من الانتكاسات وأحيانا الانتكاسة كتكون أصعب من المرض في البداية دياله فلذلك خصنحطاته الصوم عندما يكون الإنسان مريضا ليس منصوحا به إلا بالشروط الطبية التي يعطيها الطبيب المتخصص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة